أعلنت وزارة الداخلية دبت أربعة أشخاص لقيامهم بسرقة الصناديق الخاصة بالإشارات المنظمة لحركة سير قطرات السكك الحديدية بمحافظة الغربية وإتذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات بلاغ من هيئة السكك الحديدية لمدرية أمن الغربية بسرقة خمسة صناديق إشارات والتي تعمل على تغذية السمافورات بالإشارات المنظمة لحركة سير قطرات السك الحديد في المنطقة الواقعة ما بين طنطا وبركت السبع مما أثار على حركة سير القطرات